خليني بس أقول برضو بيان الأمين العام لجمعة الدولة العربية يودين الذي يودين بأشد العبارات قصف الاحتلال الإسرائيلي وقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة وأن قصف الاحتلال الإسرائيلي مقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة جريمة حرب تضاف لسجل الجرائم الإسرائيلية في الحرب الوحشية التي تشن على القطاع وسكانه من المدنيين أيضا الخارجية المصرية مصر تودين قصف إسرائيل مقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة وأن قصف قوات الاحتلال الإسرائيل لمقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة امتداد سافر جديد لسلسلة الانتهاكات الإسرائيلية لأحكام القانون الدولي التي تنص على ضرورة حماية المدنيين والنأي عن استهداف المنشآت المدنية وأن قصف مقر أهم لدولة عربية شقيقة يطلع بدور أساسي في دعم جهود إعادة إعمار قطاع غزة يتنافى مع مبادئ وقام الإنسانية ولا يمكن تبريره تحت أي ذريعة أو مبررات مغلوطة مصر تعرب عن تضامنها ووقوفها الكامل مع دولة قطر الشقيقة ضد هذا الاعتداء الغاشم يعني خلينا من ده حالة من التخبط ده نتيجة الرسائل التي أوصلتها القاهرة للولايات المتحدة الأمريكية وبالتالي وصلت إلى الجانب الإسرائيلي فهناك حالة من التخبط إحنا هنشهدها لمدة الخمستاشر يوم الجيين أو نهاية لنهاية هذا الشهر لانتهاء هذه الحرب بالمناسبة نهائيا وإحنا مقبلين في أسويعات القليلة المقبلة لإنجاز صفحة أصل لكن ما حدث من إسرائيل مؤخرا في مستشفى الشفا ده كرسة حقية وده جعل الغرب وتحديدا الجماهير الغربية إحنا على فكرة الولايات المتحدة الأمريكية ليس لها قلب والدول الكبرى ما بتتعامل ليس بتتعامل إحنا لغة المصالح لغة المصالح هي التي تطغى على هذا وبالتالي أعتقد أن لغة المصالح ارتأت الولايات المتحدة الأمريكية أن مصلحتها بعدم توسيع دائرة الصراع في المنطقة وخاصة أننا رأينا في توسيع إلى حد ما وعلى استحياء من حزب الله في الشمال الفلسطيني وبالتالي دي أمور كلها الولايات المتحدة الأمريكية وضعتها في الحسبان والقمة العربية والقمة السلام في القاهرة اللي حدثت في القاهرة كانت لها رسائل الولايات المتحدة الأمريكية ومراكز أبحاثها وخاصة مراكز أبحاث الشرق الأدنى في الشرق الأوسط هنا تحدثوا بدأ وكتبوا مقالات للإدارة الأمريكية أن أنتوا يعني دي أزمة حقية هتعملوها وهي هترتكبوا خطأ سيعاقب عليه بايدن في انتخاباته المقبلة وبالتالي النهاردة المصالح بتاعة بايدن الداخلية سواء كانت في الانتخابات أو مصالح الولايات المتحدة الأمريكية من تفجيرات وإرهاب آخر واعتداءات عليهم سواء كانت في الشرق الأوسط أو في الولايات المتحدة الأمريكية نفسها أعتقد أن دي كلها مراكز الأبحاث الأمريكية تحدثت لإدارة بايدن عن الدعم الكامل لإسرائيل بهذه الصورة وبهذه الوحشية يجعل الولايات المتحدة الأمريكية في مأزق حقيقي داخلي وخارجي مصالح الولايات المتحدة الأمريكية في الشرق الأوسط مصالح الولايات المتحدة الأمريكية في أمريكا وخاصة في الانتخابات الأمريكية المقبلة في خبر عاجل استمرار فتح منفذ رفح البري بين مصر وقطاع غزة وإدخال عدد 161 شاحنة مساعدات للقطاع وخروج 600 من المصريين ورعاية دول الأجنبية من القطاع إلى مصر يعني دي الصفقة الأولى اللي احنا بتكلم عليها كان ثلاث صفقات الصفقة الأولى هي التي تدور الآن وتقدها القاهرة بأنه لا يخرج أي من مزدوج الجنسية إلا بخروج حكتين ودخول خروج الجرحة إلى مصر للعلاج وأيضا دخول المساعدات إلى قطاع غزة ودخولها بكمية كافية ووافية بالمناسبة ودي ما تسعى إليه القاهرة ودي صفقة موجودة منذ أن بدأت الحرب ورفضت إسرائيل وكل وسائل الاتصال بمزدوج الجنسية اللي هم في غزة لو رأينا الفرنسيين أبلاغوا رعاياهم والأمريكان أبلاغوا رعاياهم أنهم يتجهوا إلى معبر رفع ومعبر رفع أغلق في وجههم لأن المساعدات لم تتهم لم يدخل لنا مزدوج الجنسية من قطاع غزة إلا بعد دخول مساعدات ودي كانت شروط أملتها القاهرة على الجانب الإسرائيلي والجانب الأمريكي ووافقت عليها إسرائيل وبالتالي القاهرة حتى هذه اللحظة لا يخرج من قطاع غزة مزدوج الجنسية إلا معهم جرحة وأيضا دخول مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة حتى هذه اللحظة نعم خلينا نروح فاصل وبعد الفاصل عايزين نتكلم عن صفقة هي حاليا معروضة على حماس البعض بيقول فيها أنه يعني حماس ربما تطالب بمطالب زيادة أو غير وقعية والسؤال هو هل حماس بتطالب بهذه المطالب وهي عارفة أن هي هتقدر تحققها بعد الفاصل هنجاوب على هذا السؤال وأسئلة أخرى كثيرة ترجمة نانسي قنقر